ننتقل إلى فرنسا حيث حضرت معالي دكتورة أمل عبدالله بيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق لها جانبا من جلسة عامة للجمعية الوطنية الفرنسية البرلمانة التي عقدت برئاسة معالي كلاود بارتون رئيس الجمعية في مقرها بباريس وأكد رئيس الجمعية أن حضور معاليها والوفد لهذه الجلسة يجسد مدى ما تحظى به علاقات التعاون والشراكة القائمة من اهتمام ورعاية من قبل قيادتي البلدين بدورها شددت معالي أمل كبيسي على الحاجة إلى توثيق وتفعيل العلاقات بين المؤسسات البرلمانية لمواكبة توجهات البلدين ومناقشة أفضل السبل بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة من الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات